بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن صار على دربه واتبع هداه رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فهذا هو الدرس الثاني والخمسون من دروس تفسير سورة النساء للإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى نتابع فيه قراءة وشرح المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير الآيات الثانية والتسعين والثالثة والتسعين والرابعة والتسعين من هذه السورة الكريمة وهي قول ربنا سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا وقد وقفنا عند قوله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله حيث يقول الإمام قوله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين أي فعليه ذلك بدلا عن الرقبة إذا كان فقيرا وقال مسروق إنه بدل عن مجموع الكفارة والدية والتتابع واجب حتى لو أفطر يوما وجب الاستئناف إلا أن يكون الفطر بحيض أو نفاس وقوله توبة من الله انتصب بمعنى صيام ما تقدم كأنه قيل اعملوا بما أوجب الله عليكم لأجل التوبة من الله أي ليقبل الله توبتكم وهو كما يقال فعلت كذا حذر الشر فعلت كذا حذر الشر إذن انتصب توبة على أنه مفعول لأجله تقديره شرع الله ذلك توبة منه أو انتصب على المصدر أي قبولا منه من تاب عليه إذا قبل توبته فالتقدير تاب عليكم توبة فإن قيل قتل الخطأ لا يكون معصية فما معنى قوله توبة من الله قلنا فيه وجوه الأول أن فيه نوعا من التقصير فإن الظاهر أنه لو بالغ في الاحتياط لم يصدر عنه ذلك الفعل ألا ترى أن من قتل مسلما على ظن أنه كافر حربي فلو أنه بالغ في الاحتياط والاستكشاف فالظاهر أنه لا يقع فيه ومن رمى إلى صيد فأخطأ وأصاب إنسانا فلو احتاط ولم يرمي إلا في موضع يقطع بأنه ليس هناك إنسان فإنه لا يقع في تلك الواقعة فقوله توبة من الله تنبيه على أنه كان مقصرا في ترك الاحتياط الوجه الثاني في الجواب أن قوله توبة من الله راجع إلى أنه تعالى أذن له في إقامة الصوم مقام الإعتاق عند العجز عنه وذلك لأن الله تعالى إذا تاب على المذنب فقد خفف عنه فلما كان التخفيف من لوازم التوبة أطلق لفظ التوبة لإرادة التخفيف إطلاقا لاسم الملزوم على اللازم الوجه الثالث في الجواب أن المؤمن إذا اتفق له مثل هذا الخطأ فإنه يندم ويتمنى أن لا يكون ذلك مما وقع فسمى الله تعالى ذلك الندم وذلك التمني توبة ثم قال تعالى وكان الله عليما حكيما والمعنى أنه تعالى عليم بأنه لم يقصد ولم يتعمد حكيم في أنه لا يآخذه بذلك الفعل الخطأ فإن الحكمة تقتضي أن لا يآخذ الإنسان إلا بما يختار ويتعمد واعلم أن أهل السنة لما اعتقدوا أن أفعال الله تعالى غير معللة برعاية المصالح قالوا معنى كونه تعالى حكيما كونه عالما بعواقب الأمور وقالت المعتزلة هذه الآية تبطل هذا القول لأنه تعالى عطف الحكيم على العليم فلو كان الحكيم هو العليم لكان هذا عطفا للشيء على نفسه وهو محال والجواب أن في كل موضع من القرآن ورد فيه لفظ الحكيم معطوفا على العليم كان المراد من الحكيم كونه تعالى محكما في أفعاله فالإحكام والإعلام عائدان إلى كيفية الفعل والله أعلم ثم انتقل الإمام إلى تفسير الآية الثالثة والتسعين وهي قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما فقال اعلم أنه تعالى لما ذكر حكم القتل الخطأ ذكر بعده بيان حكم القتل العمد وله أحكام مثل وجوب القصاص والدية وقد ذكر تعالى ذلك في سورة البقرة في قوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل فلا جرمها هنا اقتصر على بيان ما فيه من الإثم والوعيد وفي الآية مسائل المسألة الأولى استدلت الوعيدية بهذه الآية على أمرين أحدهما على القطع بوعيد الفساق والثاني على خلودهم في النار ووجه الاستدلال أن كلمة من في معرض الشرط تفيد الاستغراق وقد استقصينا في تقرير كلامهم في سورة البقرة في تفسير قوله تعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وبالغنا في الجواب عنها وزعم الواحدي أن الأصحاب سلكوا في الجواب عن هذه الآية طرقا كثيرة قال وأنا لا أرتضي شيئا منها لأن التي ذكروها إما تخصيص وإما معارضة وإما إضمار واللفظ لا يدل على شيء من ذلك قال الواحدي والذي أعتمده وجهان الأول إجماع المفسرين على أن الآية نزلت في كافر قتل مؤمنا ثم ذكر تلك القصة والثاني أن قوله فجزاؤه جهنم معناه الاستقبال أي أنه سيجزى بجهنم وهذا وعيد قال وخلف الوعيد كرم وعندنا أنه يجوز أن يخلف الله وعيد المؤمنين فهذا حاصل كلامه الذي زعم أنه خير مما قاله غيره وأقول والقائل الإمام أما الوجه الأول فضعيف وذلك لأنه ثبت في أصول الفقه أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فإذا ثبت أن اللفظ الدال على الاستغراق حاصل فنزوله في حق الكفار لا يقدح في ذلك العموم فيسقط هذا الكلام بالكلية ثم نقول كما أن عموم اللفظ يقتضي كونه عاما في كل قاتل موصوف بالصفة المذكورة فكذا هاهنا وجه آخر يمنع من تخصيص هذه الآية بالكافر وبيانه من وجوه الأول أنه تعالى أمر المؤمنين بالمجاهدة مع الكفار ثم علمهم ما يحتاجون إليه عند اشتغالهم بالجهاد فابتدأ بقوله وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأه فذكر في هذه الآية ثلاث كفارات كفارة قتل المسلم في دار الإسلام وكفارة قتل المسلم عند سكونه مع أهل الحرب وكفارة قتل المسلم عند سكونه مع أهل الذمة وأهل العهد ثم ذكر عقيبه حكم قتل العمد مقرونا بالوعيد فلما كان بيان حكم قتل الخطأ بيانا لحكم اختص بالمسلمين كان بيان حكم القتل العمد الذي هو كالضد لقتل الخطأ وجب أن يكون أيضا مختصا بالمؤمنين فإن لم يختص بهم فلا أقل من دخولهم فيه الثاني أنه تعالى قال بعد هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا وأجمع المفسرون على أن هذه الآيات إنما نزلت في حق جماعة من المسلمين لقوا قوما فأسلموا فقتلوهم وزعموا أنهم إنما أسلموا من الخوف وعلى هذا التقدير فهذه الآية وردت في نهي المؤمنين عن قتل الذين يظهرون الإيمان وهذا أيضا يقتضي أن يكون قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا أن يكون نازلا في نهي المؤمنين عن قتل المؤمنين حتى يحصل التناسب فثبت بما ذكرنا أن ما قبل هذه الآية وما بعدها يمنع من كونها مخصوصة بالكفار الثالث أنه ثبت في أصول الفقه أن ترتيب الحكم على الوصف المناسب له يدل على كون ذلك الوصف علة لذلك الحكم وبهذا الطريق عرفنا أن قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وقوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما عرفنا أن الموجب للقطع هو السرقة وأن الموجب للجلد هو الزنا فكذا هاهنا وجب أن يكون الموجب لهذا الوعيد هو هذا القتل العمد لأن هذا الوصف مناسب لذلك الحكم فلزم كون ذلك الحكم معللا به وإذا كان الأمر كذلك لزم أن يقال أينما ثبت هذا المعنى فإنه يحصل هذا الحكم وبهذا الوجه لا يبقى لقوله الآية مخصوصة بالكافر لا يبقى لهذا القول وجه الوجه الرابع أن المنشأ لاستحقاق هذا الوعيد إما أن يكون هو الكفر أو هذا القتل المخصوص فإن كان منشأ هذا الوعيد هو الكفر كان الكفر حاصلا قبل هذا القتل فحينئذ لا يكون لهذا القتل أثر البتة في هذا الوعيد وإن كان منشأ هذا الوعيد هو كونه قتلا عمدا فحينئذ يلزم أن يقال أينما حصل القتل يحصل هذا الوعيد وحينئذ يسقط هذا السؤال فثبت بما ذكرنا أن هذا الوجه الذي ارتضاه الواحدي ليس بشيء وأما الوجه الثاني من الوجهين الذين اختارهما فهو في غاية الفساد لأن الوعيد قسم من أقسام الخبر فإذا جوز على الله الخلف فيه فقد جوز الكذب على الله وهذا خطأ عظيم بل يقرب من أن يكون كفرا فإن العقلاء أجمعوا على أنه تعالى منزه عن الكذب ولأنه إذا جوز الكذب على الله في الوعيد لأجل ما قال إن الخلف في الوعيد كرم فلما لا يجوز الخلف في القصص والأخبار لغرض المصلحة ومعلوم أن فتح هذا الباب يفضي إلى الطعن في القرآن وكل الشريعة ومعلوم أن فتح هذا الباب يفضي إلى الطعن في القرآن وكل الشريعة فثبت أن كل واحد من هذين الوجهين ليس بشيء وحكى القفال في تفسيره وجها آخره والجواب فقال الآية تدل على أن جزاء القتل العمد هو ما ذكر لكن ليس فيها أنه تعالى يوصل هذا الجزاء إليه أم لا وقد يقول الرجل لعبده جزاؤك أن أفعل بك كذا وكذا إلا أني لا أفعله وهذا الجواب أيضا ضعيف لأنه ثبت بهذه الآية أن جزاء القتل العمد هو ما ذكر وثبت بسائر الآيات أنه تعالى يوصل الجزاء إلى المستحقين قال تعالى من يعمل سوء يجز به وقال اليوم تجزى كل نفس بما كسبت وقال فمن يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره بل إنه تعالى ذكر في هذه الآية ما يدل على أنه يوصل إليهم هذا الجزاء وهو قوله وأعد لهم عذابا عظيما فإن بيان أن هذا جزاؤه حصل بقوله فجزاؤه جهنم خالدا فيها فلو كان قوله بعد ذلك وأعد له عذابا عظيما لو كان هذا إخبارا عن الاستحقاق لكان تكرارا فلو حملناه على الإخبار عن أنه تعالى سيفعل لهم أو سيفعل لم يلزم التكرار فكان ذلك أولا إذن يقول الإمام بل إنه تعالى ذكر في هذه الآية ما يدل على أنه يوصل إليهم هذا الجزاء وهو قوله وأعد له عذابا عظيما فإن بيان أن هذا جزاؤه حصل بقوله فجزاؤه جهنم خالدا فيها فلو كان قوله وأعد له عذابا عظيما لو كان إخبارا عن الاستحقاق لكان تكرارا أما إذا حملناه على الإخبار عن أنه تعالى سيفعل لم يلزم التكرار فكان ذلك أولا واعلم أننا نقول هذه الآية مخصوصة في موضعين أحدهما أن يكون القتل العمد غير عدوان كما في القصاص أن يكون القتل العمد غير عدوان كما في القصاص فإنه لا يحصل فيه هذا الوعيد البتة والموضع الثاني القتل العمد العدوان إذا تاب عنه فإنه لا يحصل فيه الوعيد وإذا ثبت دخول التخصيص فيه في هاتين الصورتين فنحن نخصص هذا العموم فيما إذا حصل العفو بالدليل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وأيضا فهذه الآية إحدى عمومات الوعيد وعمومات الوعد أكثر من عمومات الوعيد وما ذكروه في ترجيح عمومات الوعيد قد أجبنا عنه وبينا أن عمومات الوعد راجحة وكل ذلك قد ذكرناه في سورة البقرة في تفسير قوله تعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون المسألة الثانية نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال توبة من أقدم على القتل العمد العدوان غير مقبولة وقال جمهور العلماء إنها مقبولة ويدل عليه وجوه الحجة الأولى أن الكفر أعظم من هذا القتل فإذا قبلت التوبة عن الكفر فالتوبة عن هذا القتل أولى بالقبول الحجة الثانية قوله تعالى في آخر سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما وإذا كانت توبة الآتي بالقتل العمد مع سائر الكبائر المذكورة في هذه الآية مقبولة فبأن تكون توبة الآتي بالقتل العمد وحده مقبولة كان أو لا ثم انتقل الحجة الثالثة قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وعد بالعفو عن كل ما سوى الكفر فبأن يعفو عنه بعد التوبة أو لا والله أعلم ثم انتقل الإمام إلى تفسير الآية الرابعة والتسعين وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا فقال اعلم أن المقصود من هذه الآية المبالغة في تحريم قتل المؤمنين وأمر المجاهدين بالتثبت فيه لألا يسفكوا دما حراما بتأويل ضعيف وهذه المبالغة تدل على أن الآية المتقدمة خطاب مع المؤمنين وفيه مسائل المسألة الأولى قرأ حمزة والكسائي هنا فتثبتوا وكذلك في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسكم بنبأ فتثبتوا قرأ حمزة والكسائي هنا فتثبتوا وكذلك في سورة الحجرات إن جاءكم فاسكم بنبأ فتثبتوا من ثبت ثبات والباقون بالنون من البيان والمعنيان متقاربان فمن رجح التثبت قال إنه خلاف الإقدام والمراد في الآية التأني وترك العجلة ومن رجح التبين قال المقصود من التثبت التبين فكان التبين أبلغ وأكمل المسألة الثانية الضرب في الأرض معناه السير فيها بالسفر للتجارة أو الجهاد وأصله من الضرب باليد وهو كناية عن الإسراع في السير فإن من ضرب إنسانا كانت حركة يده عند ذلك الضرب سريعة فجعل الضرب كناية عن الإسراع في السير قال الزجاج ومعنى ضربتم في سبيل الله أي غزوتم وسرتم إلى الجهاد ثم قال تعالى وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنَا أراد لانقيادة والاستسلام إلى المسلمين ومنه قوله وألقوا إلى الله يومئذ السلم أي استسلموا للأمر قرأ نافع وابن عامر وحمزة السلم وقرأ باقي السبعة السلام بالألف وله معنيان أحدهما أن يكون المراد السلام الذي يكون هو تحية المسلمين أي لا تقولوا لمن حياكم بهذه التحية إنه إنما قالها تعوذا فتقدموا عليه بالسيف لتأخذوا ماله ولكن كفوا واقبلوا منهما أظهره والثاني أن يكون المعنى لا تقولوا لمن اعتزلكم ولم يقاتلكم لست مؤمنا وأصل هذا من السلامة لأن المعتزل طالب للسلامة قال صاحب الكشاف قرأ لست مؤمن بفتح الميم من آمنه بمعنى لا نؤمنك المسألة الثانية المسألة الثالثة في سبب نزول هذه الآية روايات الرواية الأولى أن مرداس بن نهيك رجل من أهل فدك أسلم ولم يسلم من قومه غيره فذهبت سرية الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قومه وأميرهم غالب بن فضالة فهرب القوم وبقي مرداس لثقته بإسلامه فلما رأى الخيل ألجأ غنمه إلى عاقول من الجبل فلما تلاحقوا وكبروا كبر ونزل وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله السلام عليكم فقتله أسامة بن زيد رضي الله عنه وساق غنمه فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد وجدا شديدا أي حزنا حزنا شديدا وقال قتلتموه إرادة ما معه أي لتأخذوا ما معه من الغنم ثم قرأ الآية على أسامة فقال أسامة رضي الله عنه يا رسول الله استغفر لي فقال فكيف وقد تلا لا إله إلا الله قال أسامة فما زال يعيدها حتى وددت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ ثم استغفر لي وقال أعتق رقبه الرواية الثانية أن القاتل محلم بن جثامة لقيه عامر بن الأضبط فحياه بتحية الإسلام وكان بين محلم وبينه إحنة في الجاهلية فرماه بسهم فقتله فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا غفر الله لك فما مضت به سبعة أيام حتى مات فدفنوه فلفظته الأرض ثلاث مرات فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأرض لتقبل من هو شر منه ولكن الله عز وجل أراد أن يريكم عظم الذنب عنده ثم أمر أن تلقى عليه الحجارة الرواية الثالثة أن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قد وقعت له مثل واقعة أسامة رضي الله عنه قال فقلت يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف ثم لاذ بشجرة فقال أسلمت لله تعالى أفأقتله يا رسول الله بعد ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله فقلت يا رسول الله إنه قطع يدي فقال عليه الصلاة والسلام لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك بعد أن تقتله وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال وعن أبي عبيدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أشرع أحدكم الرمح إلى الرجل فإن كان سنانه عند نقرة نحره فقال لا إله إلا الله فليرفع عنه الرمح قال القفال رحمه الله ولا منافات بين هذه الروايات فلعلها نزلت عند وقوعها بأسرها فكان كل فريق يظن أنها نزلت في واقعته والله أعلم المسألة الرابعة اختلفوا في أن توبة الزنديق هل تقبل أم لا فالفقهاء قبلوها واحتجوا عليه بوجوه الأول هذه الآية فإنه تعالى لم يفرق في هذه الآية بين الزنديق وبين غيره بل أوجب ذلك في الكل الحجة الثانية قوله تعالى قل للذين كفروا إي ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وهو عام في جميع أصناف الكفرة الحجة الثالثة أن الزنديق لا شك أنه مأمور بالتوبة والتوبة مقبولة على الإطلاق لقوله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده وهذا عام في جميع الذنوب وفي جميع أصناف الخلق المسألة الخامسة إسلام الصبي صحيح عند أبي حنيفة وقال الشافعي لا يصح قال أبو حنيفة دلت هذه الآية على صحة إسلام الصبي لأن قوله ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا عام في حق الصبي وفي حق البالغ قال الشافعي لو صح الإسلام منه لوجب لأنه لو لم يجب لكان ذلك إذنا في الكفر وهو غير جائز لكنه غير واجب عليه لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث منها عن الصبي حتى يبلغ والله أعلم المسألة السادسة قال أكثر الفقهاء لو قال اليهودي أو النصراني أنا مؤمن أو قال أنا مسلم لا يحكم بهذا القدر بإسلامه لأن مذهبه أن الذي هو عليه هو الإسلام وهو الإيمان ولو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فعند قوم لا يحكم بإسلامه لأن فيهم من يقول إنه أي محمد صلى الله عليه وسلم إنه رسول الله إلى العرب لا إلى الكل ومنهم من يقول إن محمدا الذي هو الرسول الحق بعد ما جاء أم يأتي بعد وسيجيء بعد ذلك بل لابد أن يعترف بأن الدين الذي كان عليه باطل وأن الدين الموجود فيما بين المسلمين هو الحق والله أعلم ثم قال تعالى تبتغون ومن عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة قال أبو عبيدة لبثه لبثه فقوله فعند الله مغانم كثيرة يعني ثوابا كثيرة فنبه تعالى بتسميته عرضا على كونه سريع الفناء قريب لانقضاء وبقوله فعند الله مغانم كثيرة على أن ثواب الله عز وجل موصوف بالدوام والبقاء كما قال والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا ثم قال تعالى كذلك كنتم من قبل وهذا يقتضي تشبيه هؤلاء المخاطبين بأولئك الذين ألقوا السلم وليس فيه بيان أن هذا التشبيه فيما وقع فلهذا ذكر المفسرون فيه وجوها الأول أن المراد أنكم أول ما دخلتم في الإسلام لما سمعت من أفواهكم كلمة الشهادة حقنت دماءكم وأموالكم من غير توقيف ذلك من غير توقيف ذلك على حصول العلم بأن قلبكم موافق لما في لسانكم أنكم أول ما دخلتم في الإسلام لما سمعت من أفواهكم كلمة الشهادة حقنت دماءكم وأموالكم من غير توقيف ذلك على حصول العلم بأن قلبكم موافق لما في لسانكم فعليكم أن تفعلوا بالداخلين في الإسلام كما فعل بكم وأن تعتبروا ظاهر القول وأن لا تقولوا إن إقدامهم على التكلم بهذه الكلمة لأجل الخوف من السيف هذا هو الذي اختاره أكثر المفسرين وفيه إشكال لأن لهم أن يقولوا ما كان إيماننا مثل إيمان هؤلاء لأن آمنا عن الطواعية والاختيار وهؤلاء أظهروا الإيمان تحت ظلال السيوف فكيف يمكن تشبيه أحدهما بالآخر الوجه الثاني قال سعيد بن جبير المراد أنكم كنتم تخفون إيمانكم عن قومكم كما أخفى هذا الداعي إيمانه عن قومه ثم من الله عليكم بإعزازكم حتى أظهرتم دينكم فأنتم عاملوهم بمثل هذه المعاملة وهذا أيضا فيه إشكال لأن إخفاء الإيمان ما كان عاما فيهم الثالث قال مقاتل المراد كذلك كنتم من قبل الهجرة حين كنتم فيما بين الكفار تأمنون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة لا إله إلا الله فاقبلوا منهم مثل ذلك وهذا يتوجه عليه الإشكال الأول يقول الإمام الأقرب عندي أن يقال إن من ينتقل من دين إلى دين ففي أول الأمر يحدث ميل قليل بسبب ضعيف ثم لا يزال ذلك الميل يتأكد ويتقوى إلى أن يكمل ويستحكم ويحصل الانتقال فكأنه قيل لهم كنتم في أول الأمر إنما حدث فيكم ميل ضعيف بأسباب ضعيفة إلى الإسلام ثم من الله عليكم بالإسلام بتقوية ذلك الميل وتأكيد النفرة عن الكفر فكذلك هؤلاء كما حدث فيهم ميل ضعيف إلى الإسلام بسبب هذا الخوف فاقبلوا منهم هذا الإيمان فإن الله تعالى يؤكد حلاوة الإيمان في قلوبهم ويقوي تلك الرغبة في صدورهم فهذا ما عندي فيه ثم قال تعالى فمن الله عليكم وفيه احتمالان الأول أن يكون هذا متعلقا بقوله كذلك كنتم من قبل يعني إيمانكم كان مثل إيمانهم في أنه إنما عرف منه مجرد القول اللساني يعني إيمانكم كان مثل إيمانهم في أنه إنما عرف منه مجرد القول اللساني دون ما في القلب أو أنه كان في ابتداء الأمر حاصلا بسبب ضعيف ثم من الله عليكم حيث قوى نور الإيمان في قلوبكم وأعانكم على العمل به والمحبة له والثاني أن يكون هذا منقطعا عن هذا الموضع ويكون متعلقا بما قبله وذلك لأن القوم لما قتلوا من تكلم بلا إله إلا الله ثم إنه تعالى نهاهم عن هذا الفعل وبين لهم أنه من العضائم قال بعد ذلك فمن الله عليكم أي من عليكم بأن قبل توبتكم عن ذلك الفعل المنكر ثم أعاد الأمر بالتبين فقال فتبينوا وإعادة الأمر بالتبين تدل على المبالغة في التحذير عن ذلك الفعل ثم قال تعالى إن الله كان بما تعملون خبيرا والمراد منه الوعيد والزجر عن الإظهار بخلاف الإضمار وبهذا فرغ الإمام من تفسير الآية الرابعة والتسعين ونقف عند الآية الخامسة والتسعين وهي قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكل وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما نقرأ المسائل التي سطرها الإمام في تفسير هذه الآية وما بعدها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين